بجهة سوس ماسا تشكلت السلامة الطرقية ومشاريع البنية التحتية الطرقية والطرق السيارة محوارا للأنشطة التي قام بها وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء السيد عبدالقادر أعمارة وفي هذا الإطار أشرف السيد أعمارة على إطلاق انطلاقة الملتقى الجهوي الرابع لسلامة الطرقية لفائدة مدربي مؤسسات تعليم السياقة في جهة سوس ماسا والذي يرمي إلى حث وتحسيس المدربين بإدماج سلامة الطرقية في مختلف مراحل تعلم السياقة كان لدينا جوجة المشاريع مهمة جدا كما لاحظته كان لدينا هذا المنحضر أمس كروض المعروف بالحوادث الحمد لله الآن لدينا محطة الاستراحة محطة كبيرة جدا فيها تقريبا 1.45 إلى 5 ديال الهكتارات واللي غدت تسعى لواحد تقريبا 100 ديال الشاحنات الكبيرة وهذا واحد المشروع اللي كلفنا حوالي 35 مليون ديال الدرهم وجابي طبيعا الحال من طرف الشركة الطرق السيارة باش يحل إشكال ديال هذا المنحضر اللي هو منحضر خطير جدا بالنسبة لهذا المشروع الثاني هذا واحد المشروع مهيكل بالنسبة للإقليم ديال تارودانت لأنه غربت تارودانت بالطريق السيار تقريبا 1.45 كيلومتر واحد الكلفة تقريبا 90 مليون ديال الدرهم وهذه الطريقة تكون بواحد المواصفات جيدة جدا لأن الطول ديالها غير تقريبا 9 ديال الأمطار وهذا غير يكون عنده واحد الآتار إيجابية أولا على الانسيابية وعلى الجوالين ولكن كذلك بتتابع إن شاء الله على المجال الاقتصادي والمجال السوسيو اقتصادي بشكل عام خلال هذه الزيارة أعطى سيد عبد القادر أعمر أيضا انطلاقة أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطني رقم واحد على طول 20 كيلومتر بين تيكرت وتامري بكلفة مالية تناهز 8 مليون درهم حيث يهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى الخدمة والسلامة لمستعمل هذا المحور الطرق الهيكلي الرابط بين أجادير والصويره ترجمة نانسي قنقر